حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن زيد عن عطاء الخراساني قال كان نبيشة الهوذلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمة إذا أغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بد له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها حدثناه شيم أخبرنا خالد عن أبي المليحي عن نبيشة الهوذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل حثن إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي المليحي بن أسامة عن نبيشة الهوذلي قال قالوا يا رسول الله إن كنا نعطر عطيرة في الجاهلية فما تأمرنا قال أذبح لله عز وجل في أي شهر ما كان وبر الله تبارك وتعالى وأطعم قالوا يا رسول قال الله إن كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا قال في كل سائمة فرعا تخذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد أراه قال على أبن السبيلي فإن ذلك هو خير قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي تسعكم فقد جاء الله بالسعات فكلوا والدخيروا والتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى قال خالد قلت لأبي قلابت كم السائمة قال مئة حثنا عفا نحدثنا المعلب نراشد الهوذلي قال حدثتني جدتي أم عاصمين عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير وكانت له صحبة قالت دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة فقال لنا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه مون أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن وعبيد الله القواريري حدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن صدران قالوا ثناء المعلب نراشد قال أحد المحدثين فيه أبو اليمان النبال قال حدثتني جدتي أم عاصمين عن نبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حثنا محمد بن أبي عدي قال ابن عو حدثنا عن جميل عن أبي مليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نعتر في الجاهلية قال أذبح لله تبارك وتعالى فيه أي شهر ما كان وبر ألها عز وجل وأطعم حثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي مليح عن نبيشة الهو ذلي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت إن كنا نعتر عطيرة لنا في الجاهلية فما تأمرنا قال قال أذبح في أي شهر ما كان وبر ألها تبارك وتعالى وأطعم قلت يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ما شيتك فإذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه قال أحسبه قال على أبن السبيلي فإن ذلك خير حثنا إسماعيل حدثنا خالد عن أبي مليح بن أسامة عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث كي يسعكم فقد جاء الله تبارك وتعالى بالسعات فكلوا واتدخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلبت عن أبي المليح قال خالد وأحسبني قد سمعته عن أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كي ما تسعكم فقد جاء الله تعالى بالخير فكلوا واتدخروا واتجروا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى فقال رجل يا رسول الله إن كنا نعطر عطيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال أذبح لله تبارك وتعالى في أي شهر ما كان وبر ألها عز وجل وأطعم فقال رجل آخر يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في كل سائمة من الغنام فرع تخذوه غنمك حتى إذا أستحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على أبن السبيل فإن ذلك هو خير